أم تذكرت شيء آخر مهم؟ هذا الحرف إذا جاء بعده مباشرة أش إذا جاء بعده مباشرة أش ففي هذه الحالة يتغير نطقه لا ننطق أش ولكن هذا يصبح صوت واحد ماذا يصبح؟ يصبح كحرف أف كحرف أف يعني كصوت ف ف مثلا فوتو صورة إذا لاحظوا أن هنا نطقة ف مثلا فاغماسي 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 يعني فاغماسي يعني صيدلية مثلا إلي فون أليفون أليفون يعني في الأليفون إذن ينطقوا مثل نفس نطق أف نفس نطق أف يعني ليس بينهما أي فرق أف تكتب هكذا وتكتب هكذا هناك من يقول لي لماذا متى سأكتبها بي أش متى سأكتبها أف ومتى سأكتبها بي أش أنا لا أعرف صراحة إن كانت هناك قاعدة ربما أنا لا أعرف وها المهم يعني هناك من سيسأل بي أش متى تكتب أو متى ستكتب أف لا توجد قاعدة وربما إذا كانت توجد أنا لا أعرفها المهم هذا الأمر يعني كيف نعرفه مثلا فاغماسي تكتب بهذا الشكل بالتعاود نتعاود على أن فاغماسي تكتب هكذا ونكتبها هكذا يعني هناك الكلمات التي تكتب بأش نعرف جيدا كيف تكتب ولكن ربما لأننا تعاودنا على رؤيتها بهذا الشكل مهم سنأخذ شيء آخر هو أن آش قلنا أنها لا تنطق لكن إذا جاءت مصاحبة لحرف آخر يتغير نطقها مثلا مثلا لأش إذا جاء قبله سي ينطق ش للأسف أجد بعض التلاميذ الذين ينطقون ينطقون أش مثل ش حتى ولو لم توجد بعدها السي لا أعرف لماذا إذا ننطقها الش فقط إذا جاءت قبلها سي عندها تنطق ش مثل حرف شين في العربية مثل حرف شين في العربية إذا جاءت سي متبعة بأش ليس أش متبعة بالسي لابد أن يكون بهذا التتابع نفس الشيء بالنسبة لبأ أش لابد أن يكون بهذا التتابع يعني بأي تتبعها أش نفس الشيء هنا السي تتبعها أش إذا في هذه الحالة سوف نطقه مثل شين مثل حرف شين في العربية مثلا شاق شيء يبحث شاق شيء شاق شيء شاق شيء يبحث أو مثلا ماغ شيء يتمشى ماغ شيء ماغ شيء يتمشى داكو إذا هذه الخاصة بأش كنا تحدثنا عن أش كناها لا تنطق ولكن إذا جاءت معها بي هي الأولى تتبعها أش تنطق مثل أف وإذا جاءت قبلها سي وبعدها أش تنطق ش الآن وصلنا إلى حرف أيضا مهم جدا الذي هو الذي هو السي هذا الحرف أيضا يتغير كثيرا يجب أن نعرف متى ينطقه متى ينطق متى يتغير نطقه كيف ينطق مهم أين وصلنا رقم سبعة رقم ثمانية إذا قلنا الحرف هو السي إذا هذا الحرف السي كيف ينطق ينطق إما متله متل أس يعني السين أو ينطق متله متل حرف ك يعني الكاث في العربية دقاء إذا متى ينطق متل حرف ك ومتى متى ينطق متل حرف أس ينطق إذا لاحظوا معي الك أو الك ينطق كحرف السين إذا جاء متبعا بي أ أو ي دقاء إذا كيف نقول 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 سي س س س س دقاء مثلا نأخذ أمثلة مثلا سينيما سينيما لاحظوا سينيما السينيما سينيما هنا نطق نطق سي سينيما مثلا ست هذه ست إذا نطق س لأن بعده أ مثلا إجراك مثلا سيني بجعة الطائر الذي يسمى البجعة سيني إذن نطقة س دقاء الآن متى ينطق مثل حرف الكاف إذن ينطق مثل حرف الكاف أولا إذا جاء متبعا ب آ أو إ نقول ك ك ك بك إذن مثل كاغت كاغت بطاقة أو مثلا كغ يعني جسم أو مثلا كوب كوب يعني هنا كو ك دقاء أو إذا جاء لاحظوا أو إذا جاء آخر الكلمة آخر الكلمة يعني هو آخر حرف في الكلمة مثلا مثلا سك حقيبة سك أو مثلا بك من قار بك دقاء إذا جاء آخر الكلمة ينطق ك كحرف الكاف متى ينطق أيضا كحرف الكاف إذا جاء متبعا ب كونسون يعني حرف ساكن مثلا مثلا كواغ ك أتنسون ك خواغ خواغ إذن هنا لماذا نطق ك لأنه جاء متبعا بكونسون يعني حرف ساكن إذن هذه هي الحالات التي ينطق فيها ك إذا جاء بعده آ أو ينطق ك أو ك إذا جاء في آخر الكلمة ينطق ساك أو بك وإذا جاء بعده حرف ساكن ينطق ك هناك أيضا هنا فتين تبعا للمير ستبعا هناك حرف هناك طريق أو هذا ماذا نقول هناك حالة أخرى عندما يكون عندما يأتي هكذا لاحظوا عندما يأتي حرفان متتبعين متتليين مو متتبعين عندما نقول مثلا عندما يأتي هكذا متتبعين أو متتليين ينطق ك ولكن ما هو الذي ينطق ك هذا الذي ينطق ك أما الحرف الثاني فبحسب ما بعده يعني إذا كان بعده مثلا آ أو سينطق ك إذا كان بعده إ إ سينطق ك هذا لماذا نطقناه ك طبعا لأنه متبوع بكونصون لأن الس أيضا هي كونصون هي كونصون لذلك هذا ينطق ك سنأخذ بعض الأمثلة حتى تتضح لكم الأمور أكثر مثلا إذا أخذنا أكصون لاحظوا معي أكصون لهجة أكصون إذن أكصون هذه نطقناها ك ولكن هذه نطقناها س لماذا نطقناها س لأنها متبوعة بأ طبعا قلنا إذا كانت متبوعة بأ تنطق مثل حرف سين أو حرف اس دك نأخذ مثلا نأخذ حرف آخر أكابلي أكابلي مرهق أكابلي أكابلي إذن أكابلي هنا نطقنا فقط ك لماذا لأن أصلا هذه تنطقك وهذه ستنطقك لأن بعدها أ عندما يكون بعدها أ تنطقك إذن لذلك سنقول أكابلي دك نأخذ مثل آخر أوكيبي أو كيبي إذن لاحظوا معي أوكيبي أيضا كما قلت لكم لأنها متبعة بقنصن وك بما أنها متبعة بإي تنطقك لذلك أقول أوكيبي أو كيبي دكار الآن وصلنا إلى حرف ليس يشبه يشبه ك ولكن في القواعد في القواعد